تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قائد الفريق الملكي للقدرة انطلقت منافسات السباق الليلي لافتتاح موسم سباقات القدرة للعموم لمسافة 100 كم وسباقات التأهيل المحلي والدولي لمسافة 40 و 80 كم واتابع سموه مجريات السباق والفحص البيطري الذي سبق انطلاقة المنافسات وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وقد أعرب سمو الشيخ ناصر عن سعادته بتنظيم السباق الذي شارك فيه نخبة فرسان الفريق الملكي والاستبلات المحلية مؤكدا أن مراحل السباق شهدت منافسات قوية بين المشاركين عكست بصورة كبيرة استعداداتهم لهذا الموسم الذي يمنح انطباعا جيدا على أن هذا الموسم سيشهد الإثار والتشويق في جميع السباقات مضيفا سموه أن السباق اتسم بالقوة مع انطلاقته في المرحلة الأولى وذلك بعدما شهد اندفاعا من معظم الفرسان نحو المقدمة والذي زاد من الحماس وساهم في أن تكون البداية سريعة بهذا السباق خصوصا وأن سرعته تعتبر من السرعات المحببة لدى جميع الفرسان التي تشهد دائما تحدي بين المنافسين وقال سموه الشيخ ناصر بن حمد إن الأحوال الجوية التي شهدت هطول الأمطار في ميدان السباق ساهمت في منح الفرسان حافزا نحو تقديم مستويات كبيرة للمنافسة على تحقيق المراكز الأولى وانجحوا في تجاوز الظروف التي واجهوها خلال مراحل السباق إذ يؤكد ذلك على الخبرة والقدرات المتميزة التي يتمتعون بها والتي أسهمت في نجاح باكورة سباق هذا الموسم موضحا سموه أن المشاركة الواسعة من قبل الفرسان هو دليل واضح على حرصهم واهتمامهم على خوض المنافسات والتحدي الذي خلق أجواء من الإثارة وساهم في إنجاح المنافسة مبينا سموه أن الجميع أبدى الرغبة التنافسية مع انطلاقة هذا الموسم مع وجود جياد قوية وهذا بالتأكيد سيكون له التأثير الإيجابي على مستوى مشاركاتهم في السباقات القادمة التي تشهد مجرياتها منافسة شديدة من الجميع نحو بلوغ الهدف وهو التتويج بالألقاب كما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الهدف هو مواصلة الجهود واستمرار الدعم لمزيد من العطاء الذي يخدم ارتقاء رياضة القدرة البحرينية مثمنا سموه الجهود التي يبدلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برأس سمو الشيخ فيصل بن راشد واللجان العاملة في تنفيذ كافة البرامج التطويرية التي من شأنها تحقيق الخطة التي رسمها سموه لمزيد من المنجزات في هذه الرياضة مقدرا سموه في الوقت ذاته جهود كافة المنظمين التي ساهمت في إبراز سباق افتتاح هذا الموسم والله الممشى واحد رابعنا ماشاء الله متحمسين وطايرين المطار لها تأثير كبير طبعا على قلوب الخيل الأرضية أثقل شوي الجو يكتم الخيل يمكن الناس ما لاحظت أنه يمكن الحصال يأخذ دقيقة اليوم يأخذ دقيقتين ثلاث واليأخذ دقيقتين طوال أزيد ما أعتقد أنه راح يتغير شيء في هذا اللي بيزيد راح يتبع ثمن غالي في النهاية